معنا شريف شعبان من ملعب التاتش مساء الخير عليك يا شريف وقلنا كده أهم ملامح التدريب النهاردة كانت إيه ومفروض كمان أن معلول راجع التدريب بكرة تدريبات الجماعية مساء الخير سارة مساء الخير أحمد مساء الخير لكل مشاهدي قانات النادي الآلي في كل مكان مباراة الأهلي وطلع الجيش بإذن الله تكون يوم السبت الساعة السامنة مساء على ملعب الأوستاذ الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الآلي انتهى المران منذ قليل يمكن الفترة ديت مستر مسماني قرر أن المران يكون فيه الرابع عصرا إلى معسكر الفريق اللي يكون يوم الجمعة انتهى المران منذ قليل الراجل مركز على الجمل التكتيكية والفنية يمكن شغل بيشتغل بدني الأول وبعد كده بدأ يشتغل على التدريبات الفنية تحرك اللعبة إزاي توقف إزاي التسلم والاستلام التكتيك كل الراجل مهتم بالطريقة اللي بيلعب بيها في مباراة طلع الجيش وأيضا مباراة طبعا مباراة النهاية الأفريقي لسه منعرفش قدام مين بس بإذن الله تكون يعني أيا كان الطرفين يكون الأهلي هو صاحب لد العليا وتوج الأهلي بلقب اللقب اللقب الأفريقي النجمة التسعى يمكن زي ما قلتلكم علي معلول أو زي ما سألت سارة علي معلول علي معلول النهاردة أجر تدريبات تأهلية مش مستعجرين عليه خالص إذا كان أفشة أو علي معلول أو مروان أو ربيعة بيجروا تدريبات تأهلية طبعا خارج المطش يوم السبت لقراحتهم ولكن يكونوا جايزين بإذن الله لمباراة النهاية الأفريقي حرصا على سلامتهم النهاردة الشناوي بيشارك بقوة تمرينة الحراس النهاردة كانت قوية جدا شارك فيها محمد الشناوي على لطفي مصطفى الشبير أحمد طارق النهاردة الشناوي أيضا بيعلن جايزيته للفترة مقبلة الشناوي سليم جدا ولكن بيتم التعامل معه بحرص حرصا على سلامة الشناوي حرص على كل لعبي النادي الأهلي يمكننا النهاردة كان فيه جلسة بين الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والدكتور خالد محمود عشان يطمئننا على إصابات النادي الأهلي بطمئنكم بطمئن كل مشاهد قاتل النادي الأهلي بإذن الله الأهلي هيخش مباراة النهاية الأفريقي كامل العدد بإذن الله لسه بقى ما تحددش المعسكر اللي هيقوم بيهي الأهلي قبل نهاية الأفريقي هيكون يومين ولا تلاتة ولا أكتر هنعرف بإذن الله بعد مباراة طلاع الجيش فدعواتنا ودعوات كل الأهلي بإذن الله يكون الفوز بالنصيب النادي الأهلي يوم السبت ويوم الجمعة في نهاية الأفريقي بإذن الله إن شاء الله بمشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان دي كانت أخبار تمرينة الفريق النهاردة كل التوفيير لأبطالنا كلنا ثقة الحقيقة فيهم